كل دولة تسعى إلى تحصين نفسها من أي هجوم مباغة سواء كان عسكرياً أو بماكنة الإعلامة التي أصبحت أشبه بآلة الحظ الزراعية القديمة التي تقتلع النافع والضارة ففوضى السلاح والإعلام ما هو إلا دليل على ضعف الدولة وتفشي المحسوبية التي فضلت فئة على أخرى لتوصل العراق إلى ما هو عليه لكن من اجتمعت فيه خبرة الإعلام والحس الأمني العالي جعلت إدارته لرئازة الوزراء تغيظ الكثير ممن يحبون أن تشيع الفوضى في البلاد مصطفى الكاظمي زار وزارة الدفاع وأكد لقياداتها ضرورة التزام المؤسسة العسكرية بمهامها الوطنية والمهنية وفرض هيبتها واحترامها والدفاع عن سيادة العراق وأمنه واستقراره والابتحاد عن التسيس والمصالح الفئوية بعد ذلك أكد الكاظمي لرئيس مجلس القضاء الأعلى أهمية الفصل بين السلطات ودعم استقلالية القضاء والتي وضعت كفقرة في البرنامج الحكومي داعيا مجلس القضاء الأعلى لإسناد دور الحكومة في إطلاق صراح المتظاهرين غير المتورطين بالدم العراقي الكاظمي شدد خلال لقائه بعددا من الفنانين والمبدعين على أهمية الفن والفنانين في الدولة والمجتمع ودورهم في التعبير عن واقع الشعب العراقي وتطلعاته ومطالبه المشروعة ودعم الحكومة للثقافة والفن معتبرا أن الثقافة والفن شريكان في بناء وإصلاح الدولة والمجتمع ومحاربة الفساد والظواهر السيئة وتشجيع المواقف الإنسانية والوطنية ومؤكدا سعي الحكومة لدعم الفن والفنانين تحصين الكاظمي للمؤسسة العسكرية والقضائية والإعلامية خير دليل على فطنته ودرايته بكيفية إدارة زمام الأمور في العراق وتفويت الفرصة على حيتان الفساد